في زمن قديم تلا بعثة نبي الله عيسى عليه السلام عاش غلام صالح في مدينة رقمات كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذو نواسن الحميري ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين وفي تلك الأجواء الفاسدة نمى صاحبنا الغلام الصالح لقد كبر ولدنا عبد الله وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها معك حق الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا ما هذه الفكرة الغريبة إن الكهنة لا يجد نقوت يومهم نريد حرفة لها مستقبل صانع أصنام بائع خمور وزير تفضلي يا أمي الحليب تفضل يا أبي بالهناء والشفاء الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة دعه يدخل ما الذي أتى بك أيها الساحر لقد كبرت يا مولاي وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر لك هذا اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم وحاذر أن يتسرب هذا العلم لعامة الناس لقد اختنقت الحمامة في كم ثوبك أيها الأحمق التالي يا لها من براعة أحسنت يا غلام الفضل يعود لمن علمني وتحسن الكلام أيضا هيا انتهى درس اليوم انتظر أنت يا عبد الله أحسنت يا غلام سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف دينواس هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم آه النجده النجده أنت الساحر الصغير نعم يا سيدي أنا هو أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني ها هو الحبل ها هو الحبل اجعله يطير إلى حيث ترقد وانقذ نفسك انتظر يا سيدي لا أستطيع فعل هذا إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثل ما ترفع الصخور ماذا تريد مني؟ أريدك أن تبصر الحقيقة لا تستمر في خداع نفسك من تكون؟ أنا الراهب الراهب الذي يبحث عنه الملك ليقتله ألست خائفاً أن أبلغ عنك؟ لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟ من القلب إذا صفى بذكر الله هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟ ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟ قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيده ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟ لقد حبسني أهلي لأخدمهم هذا ليس صحيحاً أنت تكذب وما هي الحقيقة إذن؟ الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس معك حق يجب أن نفعل شيئاً ماذا تقصد؟ الناس تقول لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟ هل تنوي أن تواجه الدابة فعلاً؟ لا أدري فكر أنت في حيلة تقضي بها على الدابة أنا؟ ستقضي الدابة عليك لا تخافوا إنني أنتظرها اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ إنه ليس إلا خداع اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين كان الغلام الطيب كما تعلم حائراً بين الساحر والراهب إلى أن قابل الدابة الضخمة واستطاع أن يقضي عليها بدعاء علمه له الراهب هنا عرف طريقة وقرر أن يسير على خط الراهب ويتقرب إلى الله أكثر ويهجر السحر وأكاذيبه سمعت بما حدث هل صحيح أنك قضيت على الدابة؟ أنا لم أفعل شيئاً اسم الله وأمر الله هما الذان قتل الدابة بارك الله فيك يا بني اعلم يا بني أنك ستبتلى وربما يعذبونك ويحاولون قتلك من هم؟ أعداء الحق وهم كثيرون وأولهم الملك الظالم أريد منك شيئاً إذا أحاطوا بك وكذبوك لا تدلهم علي ولا تدلهم على مكاني هذا امضي الآن إلى قدرك ولا تنشغل بأمر الناس قال الغلام شيئاً ما وألقى حجراً صغيراً فوقعت الدابة على الفور أظنه قال باسم رب موسى ورب عيسى ولما تبين بقية العبارة يا له من غلام شجاع هل قضى على الدابة بسحره؟ بالطبع لا وإلا فلماذا لم يقتلها الساحل الكبير؟ إنه أقرب للمعجزات لم أعرف سبب تشريفك لنا بالزيارة أريد ولدك في أمر خطير لو صدق ظني وعاد لي بصري سأعطيكما ثروة كبيرة لكن ولدي لم يدرس الطب ولم يجرب أن يعالج أحداً من قبل لن تخسر شيئاً من المحاولة أهلاً بك ضيفاً عزيزاً يا جليس الملك يعتقد السيد أن بإمكانك أن ترد إليه بصرة هذا أمر لا يستطيعه إلا الله لا أملك لك إلا الدعاء اللهم شفيه بشفائك ورد إليه بصره إنك على كل شيء قدير ما هذا؟ ما هذا؟ إني أرى لا أصدق أرى كل شيء بوضوح كيف أشكرك؟ أشكر الله الذي رد إليك بصرك سوف أعطيك نصف ثروتي بسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين إلى أين أيها الفارس؟ أريد رؤية الملك فوراً الملك في اجتماع مهم ولا أستطيع إزعاجه قل للملك إن رسولاً من نجران يحمل أخباراً مهمة ويريد أن يراك الآن هذه أخبار سيئة حدثني عنها بالتفصيل دخل الدين الجديد إلى نجران كيف دخل بغير إذن مني؟ هذا غزو لنجران أكمل حديثك من هو صاحب الدين الجديد؟ يقولون إن صاحبه نبي يسمونه عيسى المسيح ما الذي يدعو إليه؟ يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده من الذي دخل في الدين الجديد؟ دخل فيه الوثنيون وآمنوا بالله ودخل فيه بعض اليهود وهناك فتنة بينهم كل هذا وأنا لا أعرف كيف تسلل هذا الدين إلى نجران؟ من المسؤول عنه؟ غلام مؤمن يقولون أنه يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص ولديه بعض من قدرات النبي الذي آمن به يجب أن نؤدب الذين هجروا ديننا وسوف يكون تأديبهم حاسما أظنني قد عرفت من هو الغلام وكيف أصل إليه سععف عنك إذا نفذت أوامري تدور بين الناس وتعلن أنك قتلت الدابة عندما نطقت باسمي لن أضلل الناس لأنال عفوك زيدوه عذابا آه لا إله إلا الله وحده رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين أنت تكفر بألوهيتي تتحداني اقتلوه مولاي الملك هل تأذن لي بالحديث منفردين؟ انتظروا ماذا تريد؟ لو قتلت الغلام الآن لجعلته بطلا أسطوريا في أعين البسطاء من الناس أتعتقد ذلك؟ نعم يا مولاي لم يكن حول عيسى بن مريم إلا عدد قليل من الأتباع والحواريين وهو على قيد الحياة وعندما اختفى انتشرت دعوته أكثر وزاد عدد أتباعه في كل أنحاء الأرض هذا كلام صحيح ولكن ما العمل؟ هل نسكت على تحدي هذا الغلام لنا؟ من قال إننا سنسكت؟ سنقتله يا مولاي ونتخلص منه ولكن بحيث يبدو للناس أنه مات بشكل طبيعي دون أن يشك الناس فينا وضح فكرتك أكثر اقترح يا مولاي أن تأمر المنادي فينزل إلى الأسواق ويطوف بالحوانيت والبيوت ويقول على الحاضر أن يبلغ الغائب أمر الملك الإله يوسف ذي نواس بتكريم الغلام المبارك الذي قتل الدابة وجعله من بين قادته المقربين اختيار صائب تفكير حكيم أمر الملك بإعدام الراهب والجليس بعد أن أثبتت المحاكمة خيانتهما الموت جزاء عادل للخيانة أثبت الملك حسن نيته بتعيين الغلام قائدا في جيشه نعم هذا أكبر دليل على صلاح الملك يوسف ذي نواس أدام الله فضله على الحاضر أن يبلغ الغائب لماذا يتجهون للجبل يا تورا؟ هل هي رحلة صيد؟ الخيول لن تستطيع الصعود أكثر من هذا علينا أن نترجل يا سيدي حتى نصيد الغزلان البرية كما تريدون سأكون أولكم في الصعود هذه مسافة كافية لا سنصعد للأعلى ليكون الموت مؤكدا أقترح أن نصعد إلى قمة الجبل حتى نكشف المكان كله من أعلى اقتراح عظيم يا سيدي والآن حان الوقت لنبلغك بحقيقة الصيد الذي نريده أعرف أنتم مكلفون بقتلي والتخلص مني تعرف؟ ولماذا لم تحاول الهرب؟ وهل يهرب الإنسان من قضاء الله؟ ألست خائفا؟ لا يطمئن قلبي بذكر ربي اللهم كفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير الجبل يهتز النجدة ألم تذهب مع الجنود إلى رحلة الصيد؟ بل ذهبت حيث أردت ولم يقصر جنودك في آداء مهمة لكنها إرادة الله كيف نجوت منهم؟ أنجاني السميع العليم دعوت الله أن يكفيني شرهم بما شاء فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وسقطوا جميعاً بينما نجوت أنا بفضل الله وحده لماذا عدت؟ أتتحداني؟ بل جئت أدعوك إلى عبادة الله الواحد جئت أعرض عليك خير الدنيا والآخرة أتريدني أن أدخل في دين الراهب؟ ألم تعرض بعد أنه الحق؟ ألم تتأكد بعد أن الله غالب على أمره؟ إلى متى تعاند وتكابر وتستمر في ظلمك لنفسك؟ اقبضوا عليه هذه المرة لن ينجو يا مولاي سيبحر في سفينة إلى خليج يعرف بأسماكه المفترسة ولم يعد أحد منه حياً ما ذنبنا نحن لنقوم بهذه المهمة؟ وهل تملك أن تعصي رأي الملك؟ هل نلقيه الآن؟ انتظر انتظر حتى نصل إلى المياه الأكثر عمقاً أرعيت؟ سنهلك جميعاً أعد قارب النجاة لن ينجو منكم إلا من آمن بالله وحده هو الذي ينجيكم في ظلمات البر والبحث ويوم الهول العظيم الله هو المليك المقتدر أيها الرفاق أصمت كمموا فماه اللهم اكفنيهم بما شئت النجاة النجاة عندي أخبار سارة يا مولاي ماذا؟ هلك الغلام؟ نعم السفينة كلها هلكت ولم يعد منها أحد وجنودي وتجارتي هلك أيضاً هذا ثمن بسيط لتخلصك من الغلام يا مولاي الملك سيقول الناس الآن إن الملك الطيب أرسل غلامه في رحلة بحرية ولسوء الحظ غرقت السفينة بكل ما عليها ومن فيها لن يتهمك أحد بقتله ألي هذا الحد أنت حريص على قتلي؟ ماذا؟ أنت حي؟ نعم كما ترى هذا أمر الله ولم أموت إلا بمشيئته وحده إذا كنت حريصاً على موتي فسأدلك كيف تقتلني هل أنت جاد في كلامك؟ نعم ولكن عليك أن تنطيعني في كل ما أطلبه منك لست مقتنعاً بما سيحدث يا مولاي إنه يسخر منا أمر بجمع الناس ليريهم أنك ترغب في التخلص منه لا يهمني لقد وعدني إذا نفذت كلامه أن أقتله في النهاية وأن أصدق وعده لن يأتي يا مولاي صدقني بل سيأتي ها هو أيها الناس الملك ذو نواسن الحميري يريد أن يقول لكم كلمة لقد قررت أن أقضي على هذا الغلام لأنه خرج عن ديننا واتبع تعاليم الراهب إلزموا الصمت نفذوا الحكم صوبوا عليه من يرديه قتيلة فله مكافأة عندي أنت تسحر رماح الجنود وسهامهم لست ساحر إنما أنا عبد من عباد الله أتبع نبيه الكريم عيسى بن مريم سأقتلك برمح أب الملك ذي نواسن الحميري لن تقتلني إلا بسهم من جعبتي وأنت تدعو بصوت عان باسم رب الغلام هذه الأسهم غير حادة إنها أشبه بجذوع الأشجار الجافة هل تسخر منا؟ بل أبلغك بالوسيلة إذا أرتقتني حقا فنفذ ما قلته لك باسم رب الغلام يجب أن ترفع صوتك ويسمعك الجميع باسم رب الغلام اللهم إني أحمدك على الإيمان بك وعلى الموت في سبيلك وعلى النجاة من عذابك ومن نار جهنم والفوز بجنتك أشهد أن لا إله إلا الله الموت للغلام الخائن رددوا معي الموت للخائن أمنا برب الغلام أصمتوا قل تصمتوا مرهم أن يصمتوا سأقتل من يفتح فماه لن يجدي هذا الآن يا مولاي الناس ثائرون لمقتل الغلام سأقتلهم جميعا أيها الجنود احفروا أخدودا كبيرا واسعا يتسع لكل سكان المدينة ومن يستمر على عسياني سألقيه في النار حيا هكذا سيرتدع الجميع أكفروا برب هذا الغلام وأنا أعف عنكم لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله حسنا أنتم تستحقون العقاب اقلفوهم جميعا ليعرفوا من بيده العذاب ومن لديه النار المحرقة المسيح نبي الله لا إله إلا الله عيسى المسيح نبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هيا يا امرأة تحركي أه أتحرق هنا طفلا رضيعا وأمه وإلكم أصمت أنت أن يخذفها إلى الأخدود كيف يطيق هذا الصغير العذاب يا إله ماذا أفعل أصبر يا أمه أمك على الحق الرضيع يتحدث لا إله إلا الله ألقوهم جميعا في الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنان ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرة دمعت له العيون وخشعت له القلوب وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟ قال سيدنا موسى لا فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم وقال له إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء وقال له إن فقدت الحوت فقد وجدت الرجل الصالح عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا مولانا الملك هادد بن بدد الكبير ما الذي أتى بك يا طيفور عندي بشارة طيبة يا مولاي قل ما عندك واختصر أخذنا أربع سفن جديدة أربع سفن فقط وتقول إنها بشارة طيبة خذوا كل السفن غصبا من أصحابها يبدو أن عاصفة تنتهب العاصفة بدأت بالفعل أرى أن نحتمي من الماء ماذا نفعل يا صق قطو الأشرع وننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا العاصفة يا مولاي دفعت عشرين سفينة إلى المرسى وقد استولينا عليها جميعا كما أمرت ما هذا؟ هل عميت؟ إنها حطام سفينة يمكن إصلاحها يا مولاي كيف تجرؤ؟ إن أسطول الملك هادد بن مدد يجب أن يضم أفضل السفن وأمتنها وماذا نفعل بهذه؟ ألقوا بها إلى أصحابها يصلحوها أو تغرق بهم هذه هي النهاية سنموت هنا نحن مساكين لم نوذي أحدا بل يعترف كل منا بذنوبه وأخطائه انظروا الأرض هناك في الأفق هل هذه كذبة أخرى؟ بل هي الحقيقة ألا ترون ذلك المرسى البعيد؟ سارعوا جميعا في التجديف إلى تلك الأرض إنها فرصتنا للنجاة وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتمعه كريم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه شيء غريب كيف توقفت العصيفة فجأة؟ هناك رجلان روحان لنا إن أحدهما هو الخضر ومن يكون الخضر هذا؟ رجل طيب ومبارك لكنه لا يختلط كثيرا من ناس هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا يكفي أننا سنتشرف بركوبهم السفينة انظروا هناك الخضر ينزع لوحا من السفينة هل أنت واثق مما تقول؟ رأيته بعيني اذهبوا لتتأكدوا بأنفسكم لا يمكن أن أصدق هذا لماذا يؤذينا؟ ونحن لم نأخذ منه أجرا حتى صاحبه كان يلومه سمعته يقول له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ وما فائدة العتاب الآن؟ وقد خاربت السفينة سنضطر إلى الرسو في أقرب ميناء فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا الأجرة يا سيد حليم أي أجرة؟ لقد تعرضنا للغرق وكنا ننزح الماء كالأسرى أو العبيد والعمل يا سكر كيف سنأكل ومن أين سنعيش؟ إنني مثلكم لا أدري شيئا يفعل الله ما يشاء هل نترك الخضر وصاحبه يتصرفان أم نشكوهما للقاضي؟ لا يوجد قاض في هذه الأرض الملك هدد بن بدد هو الذي يحكم كل الأمور وهو اسم على مسمى يحطم كل ما أمامه ويستغل الناس ويأكل حقوقهم من أصحاب هذه السفينة؟ أنا وإخوتي أصحابها يا سيدي لقد آلت هذه السفينة إلى الأسطول الملكي لماذا؟ ما الذي فعلنا؟ هذه أوامر الملك وقانونه الجديد هيا ابتعدوا ما الذي يجري لنا؟ في البداية يركب معنا شخص طيب ثم يخرق سفينتنا والآن يطلبها منا الملك الظالم ليس أمامنا إلا أن نمضي أو نبحث عن عمل أي عمل؟ نحن لا نعرف إلا الملاحة والسفن كلها أصبحت ملكا للملك هدد انتظروا أيها البحارة المساكين هذه السفينة مثقوبة لا تلزمنا خذوها انظر يا نعمان هل يتسرب الماء إلى الداخل؟ ولا قطرة واحدة عادت السفينة إلى حالتها الأولى اللوح أعيد في مكانه لم نتصور أن يكون الإصلاح سهلا هكذا هيا ننزلها إلى الماء انتظروني معي كيس مملوء بالفضة ما كل هذا الخير الذي حل بنا هذا بفضل الخضر لولا أنه ثقب السفينة لأخذها الملك الظالم وكنا الآن نشحذ اللقمة من الناس اندهش من هو خير مني ومنك سيدنا موسى عليه السلام ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صند أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم بلك يأخذ كل سفينة غصبا غادر سيدنا موسى السفينة مع الخضر لإكمال رحلة العلم وذهب إلى أرض يابسة هيا يا حيصور لقمة واحدة أخيرة لا لا أريد الحلوة الحلو بعد أن تنتهي من صحنك قلت لا أريد سأغضب منك وأخاصمك إذا فعلتها ثانية اصبري عليه يا إليا هذا التدليل سيفسده يا صبرون إنه وحيدنا وسندنا في المستقبل ولكن يجب أن تلومه على سلوكه السيء غدا يكبر ويعقل ويدرك الصواب بنفسه حيصور حيصور أين أنت يا صغيري اخفض صوتك قليلا يا إليا أنا متعب من العمل طوال اليوم وأريد أن أرتاح قليلا أين ذهب الغلام لا أدري كان يلعب هنا قبل أن أنام لقد خرج من البيت لا تقلقي لعله يلعب في الفناء قليلا أرجوك أرجوك أن تبحث عنه قلبي يحدثني بأنه في خطر حسنا سأذهب من أجل خاطرك معي حلوة كثيرة سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة حسنا اختبئ يا حيصور ومن يجدك هو الفائز أغمضوا عيونكم جميعا وعدوا من واحد إلى عشرة أه 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 حيصور أجبني النجدة ماذا جرى له؟ هل أغمي علي؟ بل مات كانت أمي كذلك إن الدم يسيل من من قتله؟ لا أدري ماذا حدث لولدي؟ لا أدري أقسم أنني لا أدري كنا نغمد عيوننا في لغبة الإختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا ولدي حبيبي فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إليا ألازلت مستيقظة؟ سأنام بعد قليل أعرف أن فراق حيثور يعتصر قلبك ويعتصر قلبي أنا أيضا إنها إرادة الله وقد مر عام على وفاته تقصد مقتله لن أرتاح حتى أعرف من قتله يجب أن ترتاحي وتعيشي من أجل الطفل الذي ننتظره كان حيثور يبحث عن شقيق له في أصحابه الأشقياء لا تظلميهم ليس لهم أي ذنب في مقتله ولا نعرف من قتله علينا أن نصبر ولا نكفر بالقضاء والقدر إنني لم أؤذي أحدا ولم أكذب قط ولم أرتكب أي ذنب في حياتي فلماذا؟ لماذا؟ سيعوضنا الله خيرا اهدئي واصبري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا وهما صالحان مؤمنان لا يستحقان تلك المعاملة القاسية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة في وقتها وقد أراد الله أن يبدل الأبوين الصالحين بابن بار يحن عليهم سلامتك يا أمي هل أحضر لك الدواء؟ ولدي الحبيب كنت أحلم بأخيك حيسور ليرحمه الله تفضلي يا أمي اشربي هذا الدواء عجيب مزاقه طيب كالعسل أضفت إليه قطرات من العسل حتى تضيع منه المرارة بارك الله لك يا ولدي وأدام رضاك عني يا أمي اذهب إلى فراشك بجانب زوجتك بل أظل هنا عند أقدامكما ربما أحتجتما إلي هل من شيء تأمرني به يا أبي؟ لا يا ولدي إنني فقط ذاهب إلى بيت الخلاء أضع الحذاء في قدميك وأستأذنك في الانتظار عند الباب لا لا ابقى بجانب أمك فهي تسعد بالنظر إليك وأنا أكثر سعادة بالنظر إلى وجهها الحبيب هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما برت أعوام كثيرة على موت سيدنا صالح ونسي الناس دعوته وانطفأت أنوار العقل في مشارق الأرض ومغاربها حتى ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في زمن الطاغية نمرود الذي خاف على ملكه وأمر بقتل كل المواليد ذكور ولكن الله حمى سيدنا إبراهيم فقد قضى أول ثلاثة عشر سنة من عمره مختبئا في غار بعيد عن القرية فلما خرج من الغار وقد غابت الشمس نظر إلى الزهرة في السماء فقال هذا ربي فلما غابت الزهرة قال لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح ثم قال لا أحب الآفلين فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر قال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما تحرك وزال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا بطلوعها قال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما تحركت وزالت هنا أراه الله ملكوت السماوات والأرض ومن هنا ستبدأ دعوة إبراهيم إلى توحيد الألوهية توحيد الله في الأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين عاش إبراهيم في بيت أبيه آزر أكبر صانع أصنام في زمنه ولم يتأثر يوما بما يدور حوله كان عقله مضيئا منذ طفولته أضاء الله قلبه وعقله وآتاه رشده منذ كان صبيا ومرت سنوات كان إبراهيم يتلقى فيها العلم ويتأمل ملكوت السماوات والأرض بحثا عن الكون وخالقه العظيم ورغم كل ما تلقاه من علوم إلا أنه لم يسجد يوما لصنم أو صدق بهم حتى جاءه الوحي من جبريل عليه السلام وقال له أسلم قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعاد سيدنا إبراهيم يدعو قومه إلى ما علمه من الحق بعد أن أمره بالدعوة قال إبراهيم لقد أرسلني الله تعالى لأدعو الناس إلى دين الإسلام وأحب أن أستهل الخير بدعوتك أنت يا أبي أعبد الله الواحد وأترك كل هذه الآلهة العوالي قال إبراهيم هذه التماثيل يا أبتي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع في أي شيء هل جاء اليوم الذي يعلمني فيه ابن الصغير ما الذي ينفع وما الذي يضر قال إبراهيم يا أبتي الغالي لقد اختارني الله ليعلمني ما لم تعلمه فأرجوك أن تتبعني حتى أدلك على الصراط السوي هل أصابك الجنون أو مسك الشيطان؟ قال إبراهيم لا يا أبي لماذا لا تعبد أنت آلهتي وتعيش مثلي حياة كريمة؟ قال إبراهيم لا كرامة لمن يعص الله ويشرك به إذن أنت ترفض آلهتي وتصر على رأيك قال إبراهيم نعم يا أبي إذا لم ترجع إلى صوابك سأرجمك بالحجارة حتى تموت قال إبراهيم ليفعل الله ما يشاء بل ما أشاء أنا ومن الآن ليس لك مكان في بيتي هيا خرج ولا تعود مرة أخرى قال إبراهيم السلام عليك يا أبي سأستغفر الله لك وأدعوه أن يتقبل رجائي قل تخرج من بيتي وترك نبي الله إبراهيم عليه السلام بيت أبيه آزر بعد أن طرده الأب الكافر ورفض قومه ما يدعوهم إليه من عبادة الله إلا سارة كانت أول من آمن به واتبعه فتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهكذا أصبح إبراهيم وسارة مسلمين لله موحدين يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسدة واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال الأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وما زال إبراهيم مستمر في دعوة قومه يا شماش العظيم اشملني بعطفك ورحمتك قال إبراهيم يا حضرة المعلم الفاضل عندي سؤال علمي هل من خواص حجر الجيرانيت أنه يدرك الأصوات من حوله؟ لا أظن هذا يا إبراهيم قال إبراهيم إذن لماذا تحدث الحجر وكأنه يسمع؟ إنه الإله شماش قال إبراهيم بل هو مجرد حجر صنعه أبي بيده ورأيته عندما نحته ووضع له عينيه وأذنيه لا تقل ما يؤذي الآلهة يا إبراهيم قال إبراهيم حقا ليتها تغضب وتثبت أنها موجودة إنني أصفع التمثال على وجهه فلا يحرك ساكنا لأنه لا يسمع ولا يرى ولا يدرك أي شيء ستعاقبك الآلهة أيها الفتى قال إبراهيم أيتها السيدة الطيبة الله وحده هو الذي يثيب ويعاقب وينفع ويضر وكل ما سواه مخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا واتن عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تذعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ولم يتوقف يوما عن دعوة أبيه وقومه حتى جاء يوم يحتفل فيه القوم وبقي سيدنا إبراهيم ولم يذهب معه واستعد الجميع للذهاب للاحتفال وأحضروا القرابين والطعام والشراب للآلهة وفجأة سقط إبراهيم على الأرض فنظر إبراهيم إلى السماء ثم قال لأمه إني سقيم ولن أستطيع الذهاب معكم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين وعندما رحل الجميع قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فسمعه بعض المارة وغضبوا مما سمعوا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ذهب إبراهيم عليه السلام إلى الآلهة المزعومة ذهب في غفلة من الناس في احتفالات ولهو ولعب ذهب ليثبت لهم أنهم على الباطل وأن الحق آت لا محالة ودخل إبراهيم المعبد ومعه فأسه ورأى الطعام الذي داخل المعبد ونظر إلى الأصنام مستهزئة وقال لهم وهو يشير إلى الطعام ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون ونظر إلى الأصنام مستهزئاً بهم ثم نزل عليهم ضرباً باليمين وبدأ في تكسير الأصنام صنماً وراء صنم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً باليمين حطم إبراهيم الأصنام كلها وبعد أن أنهى إبراهيم مهمته علق الفأس على كتف كبير الأصنام تركه ليجادلهم حوله بعد ذلك فهذه هي فطنة الأنبياء ووحي السماء وخرج من المعبد فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون ولما انتهى يوم الزينة وعاد الجميع إلى منازلهم بعدما ذبحوا للآلهة وقدموا القرابين حدثت المفاجأة الكبرى هيا نقدم للآلهة بعض القرابين في حسن خاتمة هذا اليوم إنه ليوم جميل ماذا؟ ماذا حدث؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ لا أكاد أصدق عيني يا ليتني قد كف بصري قبل أن أرى آلهتنا مهشمة محطمة هكذا شيء لا يصدقه عقل ولا يتصوره بشر ما هذا؟ ما هذا؟ يا أهل الهول من فعل هذا بآلهتنا؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرها يقال له إبراهيم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون آه أنت يا إبراهيم أنت من فعل هذا بآلهتنا؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ولما وصل الخبر إلى النمرود قال فعلها فتى يقال له إبراهيم حرقوه حرقوه بعد أن تحاكموه أمام أعين كل الناس وبينما الجميع يستعد لإشعال النار لم يكف إبراهيم عن مناجاة ربه طوال الليل والنهار لم ييأس من رحمة الله لم تضعف الشدائد وتكالب القوم عليه فهو مؤمن موحد صامد حتى أشعلوا النار ووضعوه فيها ونزل من السماء الملك الكريم جبريل وقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ فأجاب نبي الله أما إليك فلا فقال له الملك الكريم جبريل فسأل ربك قال الخليل إبراهيم حسبي من سؤالي علمه بحالي أمر الله جل جلاله النار فقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين أطاعت النار أمر خالقها أحرقت القيود فقط وجلس نبي الله إبراهيم وسطها كأنه يجلس في حديقة قال إبراهيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهنا أظهر الله معجزته لنبيه إبراهيم هذا أخي إبراهيم حي في النار ماذا؟ إبراهيم حي وهو في النار؟ كيف؟ إنه لساحر سحر الناس وظل إبراهيم يشكر ربه ويسبح بحمده على ما أنعم عليه من نعمة كبيرة آخذة بألباب البشر ولكن الحرب لم تزل قائمة فلقد حطم إبراهيم هذه العقائد الفاسدة وأتى عليها من قواعدها ويأتي إبراهيم الوحي بأن الله يأمره أن يهاجر من هذه القرية وأخبر إبراهيم لوطا وسارة أن الله أمره أن يهاجر من هذه البلدة وبدأت رحلة سيدنا إبراهيم مع زوجته سارة ولوط باتجاه مصر وكان كلما مر على قرية دخلها ودعا أهلها إلى الإسلام حتى وصل إلى مشارف مصر وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبلي من الصالحين وكان ينتظر الخليل امتحان عظيم فعند دخوله مصر مع زوجته سارة جاء جنود الفرعون لأخذ زوجته هاجم جنود فرعون خيمة إبراهيم وخطفوا زوجته وأسرعوا بها إلى قصر فرعون ودخلت سارة قصر فرعون مصر وهي لا تدري ماذا سيجري لها في هذا القصر الكبير أخذت سارة تصلي وتدعو الله أن يجعلها في معيته وأمنه وضمانه أخذت تصلي وتدعو أن ينشيها الله منه وأن يفرغ الصبر عليها وعلى زوجها إبراهيم خليل الله سارة يا أجمل النساء أنا أنا أشتاق إليك منذ رأيتك أول مرة هيا هيا اقتربي هيا اقتربي فلما حاول الاعتداء على سارة أخذت تدعو الله وتتوسل إليه وترجوه تقول سارة اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر لا تسلط علي الكافر فأحس بآلام شديدة أبعدته عنها آه 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 ما هذا آه ما هذا الذي يحدث لي أشعر بآلام شديدة في جسدي آه فادعو لي إلهك أن يشفيني سارة آه سارة فلما دعت سارة له بالشفاء عاد مرة أخرى يتقرب منها فعادت سارة للدعاء والصلاة والتوسل إلى الله فابتعد عنها متألمة آه 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 سارة سارة من أنتي ادعو لي إلهك أن يشفيني وسابتعد عنك يا سارة آه 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 فلما دعت سارة الله أن يشفيه عاد فرعون لمكره وعادت سارة للدعاء حتى كف عنها خوفا ورعبا آه ما أرسلتم إلي إلا شيطانا أرجعوها إلى إبراهيم ولما استعدت السيدة سارة للعودة إلى الخليل إبراهيم يا سارة لقد رأيت فيك كل الصفات الحميدة من أدب وحياء ومعجزة شفائي بعد دعائك ليس لها عطاء عندي أغلى من هذه تقول سارة إني أعجب لماذا أهديتني هذه الفتاة إنها هاجر أميرة ذات حسب ونسب وعز وجاه تقول سارة أتعهد أمام ربي بأن أرعى هاجر بأن أحيطها بحبي وحناني أتعهد أمام ربي أن أتقي الله في هاجر وسبحان الله لم يكن يعلم إبراهيم أن محنة سارة ستأتيه بهاجر أم ولده إسماعيل وهكذا عظيم البلاء دائما معه عظيم الفرج ذهبت هاجر إلى بيت إبراهيم عليه السلام وأصبحت خادمة لسارة وعاشت معهم ولم تكن تعلم أنها ستكون أما لإسماعيل ولم تكن تعلم أنها ستتزوج إبراهيم عليه السلام ولما جاءت الرسالة إلى لوط بتكليف من رب العالمين أمره إبراهيم أن يذهب إلى قوم سدون وذهب إبراهيم إلى بيت المقدس أحس خليل الله بعد رحيل لوط بالوحدة فدع الله بذرية صالحة رب هب لي من الصالحين وسمعت سارة دعاء خليل الله إبراهيم وحزنت وتألمت من أنها قد عجزت عن تحقيق حلمه بالولد ووقف إبراهيم يتأمل في ملكوت الله ثم سأل ربه قال رب أرني كيف تحيي الموتى فنزل جبريل من السماء يسأل إبراهيم قال يا إبراهيم إن الله يسألك أو لم تؤمن فرد إبراهيم قائلا بلى ولكن يطمئن قلبي فقال جبريل إن الله يقول لك خذ أربعة من الطير وحدد له الطيور وهي الديك والطاوس والحمامة والغراب وأخذ إبراهيم الطاوس والحمامة والديك والغراب وقطعهن ثم خلطهن في إناء حتى تم اختلاط جميع الأعضاء بعضها ببعض ثم جاءه الوحي بأنضع على كل جبل منهن جزءا من اللحم ثم دعوهن يأتينك سعيا فحدثت المعجزة وظهرت الأربعة من الطير وتكونوا أمام أعين إبراهيم ثم أتوه سعيا على أقدامهن فجاءه جبريل يبلغه أن الله يقول له كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تشكرون وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وبعد أن كبرت السيدة سارة في العمر ويائست من الحمل وإن جاب طفل يخلف سيدنا إبراهيم قامت بتزويجه من هاجر الفتاة التي عادت معها ولكن لما حملت السيدة هاجر وأنجبت سيدنا إسماعيل دعا سيدنا إبراهيم ربه قال الحمد لله رب أوزعني أن أشكر هذه النعمة العظيمة رب لم تشأ بعظمتك أن أخرج من هذه الحياة الدنيا بدون أن ترى عيناي ذريتي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولما أحست السيدة سارة بالغيرة أمر الله نبيه أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إلى أرض الحجاز وتركهم هناك لم يكن أمام خليل الله أي اختيار فإنه الله لا مبدل لحكمه ووضع إبراهيم الماء والتمر بجوار هاجر وإسماعيل وتركهما تحت ظل من الجلد وسار ولم يلتفت وراءه ملبيا أمر ربه إن إبراهيم لصبار شكور وقالت هاجر أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس؟ ولم يلتفت إبراهيم وانطلق لا يلوي على شيء وما زالت هاجر تتساءل لمن تكلنا يا إبراهيم؟ ولمن تتركنا؟ وقالت يا إبراهيم أأله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم نعم إذن فلن يضيعني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ورضيت هاجر عليها السلام بالله جل وعلا مدبرا ومعينا وحافظا وجعلت تأكل من جراب الطمر وتشرب من الماء حتى نفذ الماء ونفذ الطمر ويدوع إسماعيل عليه السلام وهاجر تتألم وهي طرى ابنها يكاد يموت من العطش ولا تدري سبيلا لإنقاذه وتنظر إلى أقرب جبل فتخرج وتصعد على الصفا وتتجه يمينا وشمالا لا ترى أحدا فتنظر إلى أقرب جبل إلى جوار جبل الصفا فتجد جبل المروى فتتجه نهوه باحثة عمن يغيث وفي بطن الوادي تسعى سعي الإنسان المهرول حتى إذا صعدت مشت فلم تكن تستطيع أكثر من ذلك حتى أتت المروى فصعدت علي في هذه الشمس التي لا يحتملها أكثر الناس وسعد بين الصفا والمروى سبعة أشواط فهي لا تريد أن ترى ابنها يموت إلا أن كانت المرة السابعة بعد أن بزلت كل ما في وسعها لإنقاذ إسماعيل والتي ليس منها النجاة وإنما النجاة من فضل الله تعالى فلقد سمعت هاجر صوتا فتقول لنفسها صحيخ حيث تسكت نفسها وقالت تخاطب من لا تدري من هو ولكن تسمع صوته قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا بالملك جبريل عليه السلام عند ابنها الذي يتألم جوعا وعطشا ويكاد يهلك فيضرب الأرض بجناحه فتنبع زمزم فتفرح بالماء فرحا عظيما وتقول زمي زمي كانت لا تجد قطرة ماء ثم وجدت عينا نابعا فكانت زمزمة القرون والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له أخذت السيدة هاجر تسقي ولدها إسماعيل وتحمد الله الذي حفظها وابنها من الموت عطشا وجوعا وعاد إبراهيم إلى السيدة سارة مطيعا لأوامر ربه وطمأن الخليل عليه السلام قلب سارة وأخبرها أنه قد تركهما لله واستودعهم الله ومن كانت وديعته عند الله فهي في حماه فإن الله لا تضيع عنده الودائع إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وجاء ثلاثة رجال لسيدنا إبراهيم لهم من النور والجمال ما أدهش كل من في القرية واستمر ضيوف إبراهيم في السير وسط اندهاش الناس من مناظرهم الجميلة فمرأ الناس أجمل منهم ورفض إبراهيم أن يضيفهم أحد غيره فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وجهز لهم الطعام بنفسه وضع إبراهيم الطعام أمام ضيوفه فلم يمد أحد يده إلى الطعام وقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا رسل ربك إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم وخاف إبراهيم على لوط فأقبلت السيدة سارة فسكت وجهها وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب منحة وهبة ونعمة من الله تعالى لخليله في الحياة الدنيا فتعجبت السيدة سارة وقالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا فردت الملائكة على قولها أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقد تعجب إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ثم جاد لهم الخليل في قوم لوط ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وظل إبراهيم يردد قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فلقد أنجبت سارة ولدها إسحاق بعد أن تجاوزت التسعين من عمرها كان إبراهيم عليه السلام يذهب بين الحين والآخر إلى مكة للاطمئنان على هاجر وإسماعيل عليهم السلام وهكذا عاش إسماعيل مع أمه هاجر وكان في الرابعة عشر من عمره وكأنه في العشرين من عمره بعد أن جاءت قبيلة جرهم وسكنت بجوارهم لأجل الماء الذي ما تعودوا على وجوده في ذلك المكان وكان هذا بفضل دعوة سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ووصل إبراهيم إلى مكة وقابل هاجر وإسماعيل وسعد إسماعيل بصلاته خلف أبيه النبي نام إبراهيم من ليلته وجاء البلاء العظيم حيث رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل ورؤي الأنبياء حق وصدق قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فرد إسماعيل قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولكن كيف يذبح إبراهيم بنه إنه لبلاء عظيم إنه ابنه البكر وفرحته الأولى ولكن إبراهيم لم يكن ليتردد في أمر من أوامر الله تعالى حتى وإن كان الأمر بذبح ولده ولم يكن أمام إبراهيم إلا الانصياع لأمر الله دون تردد ذهب إبليس إلى إسماعيل يوسوس له قائلا إن إبراهيم يريد ذبحك سيزعم لك أن الله قد أمره بهذا فرد إسماعيل سمعا وطاعة وما أدراك أن الله أمره بهذا فأمسك إسماعيل بسبع حصوات وألقاها عليه وقال إسماعيل أعوذ بالله منك إنك أنت الشيطان فذهب الشيطان إلى السيدة هاجر يا أم إسماعيل هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ سيذبحه أتذكرين حين تركك إبراهيم في هذا المكان الموحش؟ قالت هاجر هذا أمر الله أتستعديني على الله ورسوله؟ وذهب إبراهيم بإسماعيل ليذبحه فشد وثاق إسماعيل وحد شفرته وقال نعم العبد أنت يا بني فلما أسلم وتله للجبين ناداه ربه أنفك وثاق إسماعيل فلقد فداه ربه بذبح عظيم فلما أسلم آوة له للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وهكذا ودائما يسافر خليل الله للدعوة ولا يستقر بمكان وتخبره السيدة هاجر أن الله معهم منذ تركهم في الصحراء حتى انفجرت فيها الماء وتجمع الناس حولهم وأخبرهم إبراهيم أنه سيعود ليطمئن عليهم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير قال إسماعيل يدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام وعدم السجود والركوع إلا لله الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له واقترب إسماعيل أكثر وأكثر من قومه يعلمهم وينقي عقيدتهم من الشرك ومن عبادة الأوثان إلى آخر يوم في عمره ولما رأى إسماعيل إحدى بنات العماليق تزوج منهم ووصل إبراهيم إلى مكة يسأل إبراهيم زوجة ابنه إسماعيل ما طعامكم وما شرابكم نحن في ضيق لا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ماء نحن في فقر حزن إبراهيم لسماعه ما قالته الفتاة وأنها غير راضية بما قسم الله لها فقال لها قولي لزوجك غير عتبة بيتك فلما عاد إسماعيل سأل زوجته هل جاءنا أحد اليوم قالت له ما حدث بينها وبين الضيف فقال لها هل ترك لي شيئا فقالت له ما حدث فقال لها إنه أبوه وطلق بنت العماليق بعد أن فهم ما يعنيه أبوه عليهم السلام تقدم إسماعيل للزواج براعية ووافق أبوها ووصل إبراهيم عليه السلام أمام منزل إسماعيل وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته هل من منزل تفضل فقال إبراهيم أتكرمون الضيف أعندكم ما تقدمونه للضيف نعم إن شاء الله فادخل رحمك الله فاطعم واشرب قال إبراهيم ما طعامكم اللبن والماء قال إبراهيم أل من حب الشعير أو القمح نحن في نهمة قال إبراهيم بارك الله في طعامكم ادخل أيها الشيخ الجليل عندي قربة ماء من زمزم اغسل وجهك ورأسك من حر الطريق تفضل قال إبراهيم إن جاء رب البيت فأخبريه أني أبوه وقولي له ثبت عتبتك فإنها صلاح لك فلما عاد إسماعيل أخبرته زوجته بما قاله لها أبوه فقال لها أنت عتبة البيت وإن أبي قد رضي عنك وينزل الوحي على خليل الله يخبره أن الله يأمره بأن يرفع القواعد من البيت وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ويحمد إبراهيم الله ويسمع ويطيع ويخبره الوحي عن رب العالمين بأن هذا البيت هو بيت الله في الأرض ويا له من شرف لأن تبنيه يا إبراهيم وينزل إبراهيم عليه السلام من الجبل يسافر إلى مكة لينفذ أوامر الله ويأتي الوحي لسيدنا إبراهيم يعلمه بمكان البيت الحرام ويبدأ ببنائه مع سيدنا إسماعيل ذهب الخليل عليه السلام إلى إسماعيل في وجود زوجته وقام إبراهيم برفع الربوة الحمراء وتسوية الأرض التي كانت عليها ورفع إبراهيم قواعد البيت الحرام ولما انتهى من بنائه عين أركان الكعبة فبدأ بالركن الذي يتجه نحو اليمين وقال هذا يمين الكعبة ومن هنا يبدأ الطواف بها فمن دخل الكعبة فليبدأ باستلام هذا الركن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وأوحى الله إلى إبراهيم أن يبدأ بدعوة الناس للحج إلى البيت الحرام وأن يتخذوا من المقام الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة مصلى فبدأ الناس يأتونه من شتى بقاع الأرض وعلم إبراهيم الناس الحج وأركانه من طواف القدوم إلى طواف الإفاضة إلى طواف الوداع وعهد رب العالمين إمارة البيت الحرام وخدمة حجاجه لسيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الكعبة أول بيت وضع للناس لعبادة الله عز وجل في حين أن بقية الشعوب والقبائل في سائر أنحاء الأرض كانوا يبنون البيوت لعبادة الأصنام واستقرت الحياة في مكة وأرسى إبراهيم قواعد مجتمع سوي يحكم بكتاب الله لا يقهر فيه القوي الضعيف ولا يبخل فيه الغني على الفقير وأكمل الله شريعة إبراهيم 12 سبطا منه وتزوج سيدنا إسحاق وأنجبت زوجته طفلا وكانت هذه تتمة بشارة الملائكة لخليل الله إبراهيم بولادة يعقوب عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة كان رجل يعيش مع ابنته في بيت له حديقة تفضل يا حج سعيد ألا تقولين يا أبتاه أبدا مثل كل البنات أولا لأنك منذ أنعم الله عليك بحج بيته الحرام وأنت تحب لقب الحاج هذا صحيح وثانيا ثانيا أحب اسمك يا أبي وأجد راحة وفرحة عندما أردده بارك الله فيك يا نجلة وأنعم عليك بالزوج الصالح الذي يقدر صفاتك الطيبة كل ما يأتي به الله خير يا أبي هيا كل بالهناء والشفاء أريده أن أحدثك في أمر مهم إنني أحتاج في تجارتي إلى مبلغ كبير من المال وهناك دين يجب أن أرده في موعده باهز البيت الكبير إذن يا أبي واشتري بيتا صغيرا يفي بحاجتنا سبحان الله هذا ما كنت أود أن أقترحه عليك يا أهل المدينة يعلن الحج سعيد التاجر المعروف عن عرض بيته للبيع وللبيت حديقة كبيرة سبحان الله يا لها من مصادفة يا أهل المدينة انتظر يا حضرة المنادي نحن غرباء أين بيت الحاج سعيد عند ضفة النار في آخر هذا الطريق سمعت يا أبي بيت يطل على النهر وبه حديقة كبيرة هذا ما كنا نبحث عنه المنزل فسيح ولكن الحديقة غير مثمرة هذا صحيح عملي وتجارتي لا يسمحان لي أن أعتني بالحديقة كما ينبغي ابني متعجب لماذا تريد أن تبيع هذا البيت؟ هل به عيب؟ شاهد البيت بنفسك يا سيد عامر ليس به أي عيب نريد أن نرى حجم هذه الغرفة معذرة هذه غرفة ابنتي وهي بداخلها أبي قل للضيوف أن يتفضل ويعاين الغرفة لا داعي أبدا لا نريد أن نزعجك والآن نتحدث في موضوع البيت كم تريد ثمنا له؟ إنني أعرضه بألف درهم ما رأيك يا بني؟ إنه يساوي الألف وأكثر إذن قبلنا ولو أن الحديقة ستحتاج إلى مجهود كبير الحمد لله وجدنا هذا البيت الصغير بخمسمائة درهم فقط إنه بلا حديقة ولكنه مناسب على كل حال لسنا في حاجة إلى الحديقة يا أبي والأهم أنني رددت الدين الذي علي لصاحبه الحمد لله هذا أهم شيء بالفعل دعلي هذه المهمة يا أبي حسنا ولكن ترفق بنفسك الأرض تأخذ وقتنا في الإصلاح لماذا توقفت يا بني؟ شيء صلب تحت الفأس ربما حجر كبير لا يا أبي انظر كأنها جرة من الفخار إنها بالفعل جرة كبيرة ساعدني يا أبي إنها ثقيلة انظر يا أمجد الجرة مملوئة بقطاع الذهب كنت بأشد الحاجة إلى هذا المال فقد أنفقت كل ما أملك في شراء هذا البيت ولكن هذه الجرة ليست لنا كيف؟ إنها في أرضنا بل في أرض الحاج سعيد الذي باع لنا البيت ولعلها ورث عن أجداده أنت على حق يا بني هيا هيا لنعيدها إلى صاحبها للأسف الشديد خسرت كل ما أملك في التجارة الحمد لله على كل حال من يطرق الباب الآن؟ افتح يا حاج سعيد نحن من اشترينا منك بيتك القديم سأذهب إلى الداخل يا أبي أهلا بكم يا سادة تفضل معذرة جئناك في وقت متأخر وجدنا هذه الجرة من الذهب في حديقتك وهي بالتأكيد تخصك لا إنها ليست لي إذن لأحد من أجدادك فقد كانت مدفونة في حديقتك ولكن الحديقة لم تعد ملكي فقد بعتها لكما مع البيت بعت لنا البيت والحديقة بألف درهم وهذه الجرة تساوي مئة ألف درهم فكيف نستحلها؟ هذا نصيبك ولو كانت من نصيبي لعثرت عليها عندما أملك المكان اسمع يا سيد سعيد لن نستحل شيئا ليس من حقنا خذ وأنا لا أخذ شيئا أبدا بعد أن بعته خذ اسمع الكلام ولا تعاند يا سيدي أتقول إنني معاند؟ أتسمع قول أبيك يا أمجد؟ نعم وأراه على حق وأنت أيضا؟ إذن لنذهب إلى القاضي نذهب إلى القاضي لماذا لم تحاول يا أبي أن تحل المسألة دون اللجوء للقاضي؟ إنه متمسك برأيه فهل تقبل جرة من الذهب ليست لنا؟ معك حق ألم تجد طريقة لإقناعه؟ حاولت معه كثيرا دون فائدة السيد عامر والسيد سعيد أدخل إلى حقا أدخل إلى حضرة القاضي تفضل بالدخول يا سيد عامر لي فتاة واحدة تجلس هناك نعم رأيتها وأنت يا سيد عامر ليس عندي سوى هذا الولد أمجد هل أنت متزوج يا بني؟ لا يا سيدي ليس بعد هل تقبل أن تتزوج بتلك الفتاة؟ هذا شرف عظيم بالتأكيد أقبر وأنت هل تقبلينه زوجا لك؟ الرأي رأي أبي حسنا حلت القضية سيتزوج هذا الغلام الصالح بتلك الفتاة الصالحة وأنفق عليهما من المال وتصدق تحقق دعائي لك يا ابنتي بورك لكما في الزواج وفي الكنز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر